الحراك الجنوبي حراكان والصاحة ساحتان ساحة المعلّى جنوب العاصمة المؤقتة عدن حيث يتجمع فيها أنصار المجلس الانتقالي وساحة العروض شرق المدين حيث أتباع الحراك بقيادة صلاح الشنفرة القريب من السلطة الشرعية هكذا يبدو المشهد في عدن منذ ما يزيد عن عقد من الزمن وهو تأريخ تشكيل الحراكة الذي شهد انقسامات في مختلف مراحله ليتوزع بين أكثر من طرف ومؤخراً دخول حلفاء إقليميين تستأثر الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر فيه على حساب الدور الإيراني الذي كان يدعم جناح الرئيس السابق علي سالم البيض معرفة ما وراء الحدث اليوم يتطلب تتبع خطوات تشكيل الحراك أو حركة الاحتجاج الأولى التي ولدت إبان حكم النظام السابق في العام 2007 أسس مجموعة من الضباط والعسكريين المتقاعدين ما يسمى بالحراك الجنوبي جاء على خلفية الفصل التعصفي الذي طال العشرات من منتسبية المؤسسة العسكرية ليمثل احتجاجهم حركة دائمة في الشارع القبضة الأمنية التي كان يتمتع بها الرئيس المخلوع في الساحة الجنوبية آنذاك رافقت مسيرة الحراك وأكثر من مرة كان يوجه ضربات للعناصر المنضويت تحت مضلة هذا التشكيل لكن البعض يرى أنه ساهم في نشأته أيضاً منعطفات عدة مرت بها حركة الاحتجاج الجنوبية أبرز هندلع ثورات الربيع العربي وهي النقطة التي شكلت دعم رئيسياً للحراك أو قال الحراكيون أننا سبقنا كل هذه المسميات والساحات لكن رد منتقديهم وإن كنتم كذلك فلماذا لم تحققوا شيئاً ولم تنجزوا الأهداف اليوم وبعد هذه السنوات من تأريخ الحراك الجنوبي ومسيرته الحافلة بالنظام ما يزال يمر بانقسامات لا تتوقف فعشر سنوات من تأسيس الحراك لا يزال الطريق طويلاً وبلا نهايات ترجمة نانسي قنقر